الوقتي ارقام رسمية انا هقول ارقام رسمية دلوقتي حالا محدش قابت ان يقولك لا خالص ولكن يا اخي نزبط الاجهاز بتاعكو ده يا اخي المواطن عايز يروح ما يقفش عشر ساعات في الطابور يا اخي ليه المواطن يجي لك مرتين ثلاثة وتقول لي المكتب ده مقفول النهاردة اصلا النهاردة في اجازة يا سيدي ما تتنظر العالم كنوا بنظر مفيش دولة فيها سبعة مليون واحد شغالية مليون واحد اتعينهم من الفين وحداشر من الفين وتلاتاشر والربعتاشر عشان ايه كل عشرة يقفوا في العصام شرف عينهم تمنتاشر رقف مش عارف مين عينهم عشريين ايه هو الكهرتان اللي كان في البلد دي وانتو الرئيس اقلوكم قبل كده المرتبات كانت لحد الفين وحداشر سبعين مليار جنيه وصلت النهاردة ماتين وتمنتاشر مليار جنيه يعني ثلاثة اضعاف وزاد الانتاج يعني الانتاج بتاع الناس زاد يعني بسم الله زاد يعني في البلد ادل تلات اضعاف مرتبات اللي اتدفعت ما شفناش امارة يعني اللي شفناه يمكن صدرات ولا حاجات ودي مش بتاعت مين مش بتاعت يعني دا خالص يعني ما احنا شايفين الخسائر الله هو احنا مش شايفين الخسائر والقطاع العام ده ايه اللي حاصل فيه يعني والشراجات دي حاصل في ايه اه تجيب وتجيب حاصلة واعلى حاصلة جات من الضرائب كانت السنة دي وبنراهن السنة جاية وبنراهن او وزير مالية هني قادر بيراهن السنة جاية تكون اعلى حاصلة في التاريخ ربعمائة مش عارف كم مليار يا رب طب لما اتجيبه دي حد يهلوك ما تاخدش لا 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 انا بقول لك اهو هات الربعمائة او ايه لوزير مالية بتكلم عليهم ولما يدكش تعالي هنا اهو افتح افتح صدق عشر ساعات ولا سيبك وانا هيبقى معاك ودفع عنك واطلب لك حقك من وزير مالية ومن الرئيس حتى اذا انت جبت ربعمائة مليار اللي الموازنة عايزاهم وللدولة بتخطط لهم من خلالك ما انت اللي بتنزل حضرتك انت اللي بتنزل الكبار ممولين بتنزل ناس صغيرين الناس مش عارف مين وبعدين حضرتك يا فاندم هو النهاردة لما احنا بنعمل ده بنعمله ليه اسأل نفسك سؤال واحد انا بعمل كده ليه عشان البلد تنشي ولا عشان عطل البلد يعني بقولك هضرب عن العمل هو حضرتك فاكر على نفسك ريشة فاكر على دماغك ريشة لا مفيش على دماغك ريشة انا بقولك اهو تتحسب بالقانون فيش حد هيعطي ولا تقدر تعطي ولا بقولك لن تجروا تعطي العمل